مريد أمين أب لأسرة تتكون من سبعة أفراد لا تملك مستر دخل غير مهنة الصيد فالأسرة في انتظار ما يعود به الأب الشاب والأب الصياد يودع أطفاله صباح كل يوم لرحلة صيد لم تعد أمينة بخطوات مسرعة يخذ الرجل الذي يحتفظ بذكريات أليمة من البحر فصورة وفاة والده الذي أكلته سمكة قرش أمام عينيه لم تضب رغم مرور عشرين عاماً على الواقعة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر